إيه اللي كبر أو ما تعكش عنه نعمل إيه؟ ركز كده أنا هو ما تعكش عني وأنا بقيته هو عندي 38 سنة وبقيت كبير وعندي ولادي والأمور تمام سواء بقى أبويا ما كانش يلاقي ياكل فقير أبويا كان بخيل ما كانش يطلع جنيه نيس يا أبويا كانش يعارف أصلاً إنه في قصة حقيقة لحاجة كان بيفتكرها بتوع الجماعة بتوع الأغنية دول وجماعة بتوع الرفاهية بس يبقى تعقى عن نفسك إن ملكة المالة والقدرة تعقى عن نفسك إيه الدليل على كلامك دعم الشيخ؟ الدليل فعله سيدنا الحبيب فعله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه؟ روى أبو داود إن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم زي ما بيرويننا سيدنا أنس بيقول عقى عن نفسه بعدما بعث نبيا سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنا كده أن أمه ما عقدش عنه فكان يتيما صلى الله عليه وسلم وعمه جده ما عقوش عنه ما حدش عقى عنه فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما بوعث عقى عن نفسه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن سيدنا الحسن وعقى عن سيدنا الحسين وعقى عن ستنا فاطمة وعقى عن ستنا أمه كلسوم وعقى عن ستنا زينب وعقى عن أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم كلهم وعقى عن القاسم وعقى عن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسه وعقى عن أولادي لكن الشاهدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسي بعدما صار إيه نبيا وبعدما بعث نبيا كما روى ذلك أبو داود فيا جماع إلي ما عملوش أهله عقيقة لأي سبب من الأسباب اللي أنا قلتها أو لأسباب أخرى ويملك المال والقدرة يعمل إيه يعمل العقيقة لنفسه طيب لو أنت تملك المال والقدرة وبعدين ما عقدشي خد بالك ركز في الحتة دي أوي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن المولود دا رهين بعقيقته رهين في إيه في سلامة خلقي وفي طاعتك وفي إكرامك وفي طاعته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك بدأت حياته أن أنت إيه عملت سنة من سنن رسول الله التقربا لله وشكرا ليه فربنا يعود عليك بالبركة فيه ويعود عليك بالخير فيه وبالنماء فيه وبالزيادة فيه وبالإحسان فيه صليته على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيب أختنا ندى بردك قالت ما حلقتلوش الحلاق سنة وأنا بحلق له ليه لإن أنا بعد ما بحلق الشعر دا باخده ووديه للراجل بتاع الفضة وقول له زل الشعر دا وديني أصاده فضة وبعدين أتصدق بسمن الفضة أو أتصدق بالفضة الكلام دا موجود أورده عبد الرازق في مصنفي إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يولد له ولد ولا بنت إلا أمر بحلق رأسه وكذلك السيدة فاطمة الزهراء وتصدقت بوزنه أو بوزن شعره ورقا يعني فضة فدي سنة عن سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيب يا عم الشيخ أنا ما حلقتش وقتها خلاص عد الوقت طب أعمل إيه أتصدق أشوف وزن الشعر مثلا بتاع المولود يجي بقد إيه وتصدق بوزنها إيه فضة وإحنا قلنا ليه يا جماعة الكلام دا العقيقة بنحرص عليها ليه دا فيه أمر كمان الإمام الخطابي قاله عشان ما انسهوش قالك انت عارف كمان إن المولود دا لو مثلا قعد سنتين زي ابن سيدنا رسول الله اللي هو إبراهيم مثلا مات بعد سنتين كما في بعض الأقوال وبعدين ما عملتلوش انت العقيقة ومات ألا يشفع لوالدي وده معنى كلمة رهينة يعنينا ما بعمله العقيقة رجاء من الله في أن يشفع هذا الغلام إن مات صغيرا ربنا يطيل عمر أبنائكم وبناتكم لوالديه يبقى الأمر كل سواب وكل رجاء وكل خير وكل بركة عشان كده نكون حرصين يا جماعة نحن نعملوه